السلام عليكم هذا هو الفيديو التاسع عشر من السلسية تعليم اكسل 2016 هذا الفيديو ايضا على ال data validation بس هذه المرة هيكون بالتوسيع اكثر حول التاريخ ال date فأول شي مثلا حدد هذه الخلايا من 1 الى 10 وبعدها بال data validation نختار date طعم between او حسب ما انت تريد يكون اكثر من او اقل من لا يساوي هذا التاريخ انا هختار between يعني اعطيه بداية تاريخ بداية وتاريخ نهاية فتاريخ البداية مثلا هعتبره شهر الثامن يوم عشرين ألف وتسعين وتسعين مثلا طبعا الشهر يوم سنة حاليا طبعا الشهر يوم سنة حاليا وممكن تتذكروا ان انا شارح على كيف انه غير صيغة مع التاريخ في الدروس السابقة الاندات اللي هو هعتبره مثلا اليوم فمن اجي انه نستخدم اليوم نكتب today هذه عبارة عن function فنكشن ممكن استخدامه حاليا انا محدد هاي الخلايا حتى تكون هذا القانون يمشي على كل هاي الخلايا mmprü ms este مع السابقة Input message بالإنس ولاة كيف سنة يعني إدخال الصحيح وفي تعالي بين سنة 1990 إلي عد 2016 والодно ارعي المساج و أخبرت أخبرت أبي لآاء ارعي المساج و أخبرت و знаете يا عادل أنه جدي تأربت معنى أنه كتبت تاريخ خاطئ و أخبرت الأن يعني معناها عايد كتابة التاريخ فنحن حاليا عليها سنة اللي هي هذا حنسخها copy حتى ما ننسى هذا التاريخ فهذا عهنان ثمانية عشرين لتسمية وتسعين حسا حاليا بهذه الخلايا اللي هي من نوع واحدة العشرة نلاحظ انه على اي خليه اوقف يعطيني التاريخ انه valid input انه الاتخاذ الصحيح يكون بين هذي السنة وهذه السنة وطبعا نقم داعش ما عليها نلاحظ انه كل هذي الخلايا تحتوي على هذا الشي فهنجرب مثلا نعطي تاريخ ثمانية عشرين ولكن ألف وتسعمية وتسعة وثمانية مثلا نلاحظ انه اعطانا يورو ترونج دا ري راي ذا ديت اعطي ري ترى معناه انه غلط غيرنه التسعة وثمانية الى تسعين نلاحظ انه قبله خلي نحاول اذا كتبنا قبل يوم الف وتسعمية وتسعين ايضا هيعطي خطأ دا تاريخ اليوم الي هو ثمانية الى ثمانية الى ثمانية الى ثمانية الى ثمانية الى ثمانية عفوا هنلاحظ انه ما يعمل شيء اخر مثلا اذا هبين سالفة موضوع الي يساوي الي نلاحظ انه فقط تكتب تفتح سد القوس بتعطي انت لاحظ انه هذا تاريخ اليوم سحبنا حيستمر على نفس التاريخ ما اليوم اما اذا كان زائد واحد وقمنا بالسحد فحيستمر تسعة عشرة داعش اتناعيش وهكذا هذا ذarilyTH بالنسبة للـ اليوم مثلا ناقص أو زائد حسب ما احنا ر수가 있�izz 30 30 حاليا أساعدني أنه تاريخي اليوم سنمسحها إذا كتبنا مرة الأخرى 2016 مفروض يرفضها السبب شنو؟ أنا أعطيت تاريخي اليوم معناها إنه لو كتبنا 1 2016 2016 أخذها 1 9 2016 أهم أيضاً أخذها لأنه شهر الواحد هو 31 10 الآن ميرفضها 2016 لاحظ أنه رفضها هذا هو الموضوع لهذه المعادلة اللي هي ناقص أو زاد حسب ما أنتذري ممكن تعطي زاد زاد تحتاج المعادلة اشتركوا في القناة